سمعت أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعتبر أمرا غير مرغوب فيه وأن الكوليسترول العالي الكثاثة HDL هو الكوليسترول الجيد في حين أن الكوليسترول المنخفض للكثاثة LDL هو الكوليسترول السيء ومع ذلك هذا البيان ليس دقيقا تماما في الفيديو اليوم سنشرح الحقائق المتعلقة بالكوليسترول وأمراض القلب وسنوضح ما يعنيه ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم سنقدم أيضا ثمانية نصائح يمكنك تطبيقها فورا للحصول على نسبة كوليسترول صحية بدون الحاجة لتناول الأدوية بنهاية هذا الفيديو الهم ستتعرف على كيفية تقليل نسبة الكوليسترول غير الطبيعية بطرق طبيعية بنسبة تفوق 99% من الأشخاص وكالعادة يجب التأكيد على أن هذا الفيديو هو مجرد مصدر للمعرفة والتعليم ولا يعتبر استشارة طبية عند سماع الكثير من الناس أن البروتين الدهنية منخفض ذو الكثافة LDL ليس بالمشكلة يصابون بالصدمة في الواقع السبب الرئيسي وراء تصلب الشرايين وانسدادها ليس LDL بحد ذاته بل هو LDL المؤكسد يمكن التفكير في LDL المؤكسد على أنه مثل الصدأ على سيارة قديمة فما هو بالضبط البروتين الدهني منخفض ذو الكثافة LDL أولا وقبل كل شيء يجب أن نعلم أن LDL ليس الكوليسترول نفسه بل هو بروتين LDL وكذلك HDL هما بروتينات حاملة تنقل الكوليسترول والدهون الثلاثية وهي المودد المغذية الأساسية مثل كوك 1-0 والفيتامينات إلى كل خلية في الجسم وتحافظ على حياتها وما هو الكوليسترول بالضبط الكوليسترول هو مادة دهنية مهمة يتم إنتاجها في الكبد يساهم الكوليسترول في بناء غشية خلايا الجسم ويساعد في إنتاج الهرمونات مثل الكورتيزول والتستوستيرون والإستروجين بالإضافة إلى تعزيز امتصاص فيتامين دي نقطة ومع ذلك يجب أن نفرق بين الكوليسترول الذي يتم إنتاجها في آل كبد والكوليسترول الذي نستهلكها مناء للطعم سنعود إلى هذه النقطة في غضون دقيقة واحدة الآن لنعود إلى البروتين الدهني منخفض للكثافة LDL الكثير من الناس غير مدركين بأن هناك فعليا نوعين من جزيئات LDL النوع السيء من LDL هو الجزيئات الصغيرة والكثيفة التي تعرف أيضا باسم LDL من النوع بنقطة والنوع الجيد من LDL هو الجزيئات الكبيرة والرقيقة من النوع إه نقطة وعلى الرغم من أنه يعتبر أن LDL هو البروتين السيء إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة مناء LDL ليصابون بمرضي للشريان لتاجي يعود السبب في عدم إصابة بعض الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من LDL بمرضي للشريان التاجي إلى احتوائهم على الكثير من جزيئات LDL من النوع إه نقطة لماذا تعتبر جزيئات LDL من النوع بي أو الأصغر حجما سيئة أو خطيرة يحدث تلف في جزيئات LDL عندما تتفاعل مع الجذور الحرة في جسمك تنتبل الجذور الحرة في الجسم استجابة للسموم والسكر وتسبب تفاعلا كيميائيا يعرف باسم الأكسدة مما يجعل جزيئات LDL غير مستقرة تعتبر جزيئات LDL للصغيرة من النوع بي سيئة لأنها أكثر عرضة للأكسدة بالمقارنة مع جزيئات النوع إه التي تكون أكبر حجما وفي رد فعل على ذلك يقوم باسمك بإنتاج خلايا دم بيضاء تسمى البلاعم والتي تندفع نحو جزيئات LDL المؤكسدة لتنظيفها وإزالة التلف عنها ومع ذلك عندما تبتلع الخلايا البلعمية الجزيئات المؤكسدة تتحول إلى خلايا رغوية تتسبب هذه الخلايا الرغوية في حدوث التهاب وعلى مر السنين تؤدي إلى تصلب الشرايين ويعتبر تصلب الشرايين أو تراكم اللويحات في الشرايين هو العامل الرئيسي لمرض الشريان التاجي إذا أصبحت اللويحة غير مستقرة يمكن أن تنكسر وتتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية وتشير دراسة نشرت في مجلة الدورة الدموية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من LDL المؤكسد لديهم خطر أعلى بنسبة 4.2.5 للإصابة بنوبات قلبية مقارنة بأولئك الذين يعانون من مستويات منخفضة من LDL المؤكسد لذلك السؤال التالي هو ما الذي يسبب أكسدة LDL؟ عادة تفضل بكتيريا الأمعاء الكوليسترول الذي يتم إنتاجه في الكبد على ما يتم تناوله من الطعام لذلك يتم إفراز معظم الكوليسترول الموجود في الطعام في البراز ولا يتم انتصاصه ومع ذلك عند تناول كميات كبيرة من الكربوهايدرات أو السكر يتم إنتاج كميات كبيرة من الكوليسترول في الجسم وتتحول جزيئات LDL الكبيرة والخفيفة إلى جزيئات LDL صغيرة وكثيفة السكر والسموم هما الأسباب الحقيقية لجزيئات LDL المؤكسدة التي تؤدي إلى الالتهاب وتكوين اللويحات في جدران الشرين بالمقابل لم يتم إثبات النظرية التي تقول بأن الدهون المشبعة والكوليسترول هما المسب بين الرئيسيين لأمراض القلب والوفاة كما تم ترويجها لنا لعقود من الزمن في الواقع الآن بعدما أصبحنا نعلم أن LDL المؤكسدة هو المسؤول عن انسداد الشرايين يجب أن نلقي نظرة على الدور الحقيقي للعوامل الغذائية والنمط الحياتي في تأثيرها على مستويات السكر والالتهابات والصحة القلبية يحتاب إلى كميات كافية من الكوليسترول للعديد من الوظائف الحيوية ولكن يجب أن يتم تنظيم مستوياته بشكل صحي بالنسبة لل فإن أي قيمة تقل عن 40 ملغم ديسلتر للرجال و50 ملغم ديسلتر للنساء تشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن اعتبار HDL كمنظف قوي للجسم حيث يقوم بانتصاص الكوليسترول الزائد واللويحات داخل الشرايين وينقلها إلى الكبد لتنظيفها يؤدي هذا ذا التعاون إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أما بالنسبة للدهون الثلاثية فهي نوعا من الدهون الموجودة في الطعام ويتم إنتاجها أيضا في الكبد تشير مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية في الدم إلى وجود زيادة في استهلاك السكر والكربوهايدرات ويمكن أن تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بالتالي ينبغي أن نولي اهتماما كبيرا لنمط الحياة والتغذية السليمة للحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول والدهون الثلاثية وذلك عن طريق تقليل تناول السكر والصموم وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بمثل الأسماك آل الدهنية ولمكسرات وزيت آل الزيت وممارسايا للنشاط آل بديني بانتظم بمعدل ارتفاع استهلاك الدهون المشبعة والترانوس وانخفاض استهلاك الدهون الجيدة مثل الدهون غير المشبعة وأوميغا شرطة ثلاث بالإضافة إلى ذلك زاد استهلاك الكربوهايدرات المقررة والسكريات المضافة مما أدى إلى زيادة في إنتاج الدهون الثلاثية في الكبد وتكوين جزيئات الديا الصغيرة وكثيفة هذه الجزيئات الصغيرة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبناء على ذلك عندما نتحدث عن خفض نسبة الكوليسترول المرتفع فإننا نتحدث حقا عن تقليل جزيئات الديا من النوعب والدهون الثلاثية ورفع مستويات HDL ويجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار عندما نتبع النصائح الثمانية لموازنة مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي من بين هذه النصائح اختيار الدهون الجيدة وتجنب الدهون المشبعة والترانوس بقدر الإمكان وزيادة استهلاك الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وتقليل تناول الكربوهايدرات المقررة والسكريات المضافة كما ينبغي مراعاة النشاط البدني المنطظم وإدارة الوزن كجزء من نهج شامل للحفاظ على صحة القلب ومستويات الكوليسترول المثل بناء على شعبية الأنظمة الغذائية قليلة الدهون التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهايدرات المقررة والسيوت النباتية أجرى باحثون في استراليا دراسة استمرت لمدة 15 عاما وشملت ما يقرب من 10 ألف امرأة وجد الباحثون أن المستويات العالية من تناول الدهون المشبعة لم تكن مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل أدى ذلك إلى انخفاض معدل الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والصنة الدهون المشبعة هي الدهون التي تكون ثابتة ولا تذوب بسهولة وموجودة في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والجبن وزيت جوز الهن هذه الدهون تبقى صلبة عند درجة حرارة الغرفة ولها قوام صلب وفي الواقع يمكن أن تكون الدهون المشبعة مفيدة للصحة خاصة عندما تتم الحصول عليها من مصادر عضوية وجودة عالية من المهم أن نفهم أن هذه النتائج قد تكون مرتبطة بظروف الدراسة المحددة وعينة السكان المدروسة قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على الصحة القلبية والأوعية الدموية ولذا فإنه من الأفضل استشارة الطبيب أو اخصائي التغذية قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بنظامك الغذائي ونمط حياتك الصحية بشكل عام بالإضافة إلى ذلك هناك أنواع من الدهون الصحية ذات الطبيعة البزئية المشبعة مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة تعد الدهون الأحادية غير المشبعة التي تتواجد في المكسرات والأفوكد والزيتون ذات فوائد صحية مذهلة للجسم وتعد الدهون المتعددة غير المشبعة بما في ذلك الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6 ضرورية لصحة الجسم ويمكن العثور عليها في الأسماك الدهنية ولحم البقر وبذور الكتان وزيت الجوز ومع ذلك يجب تجنب استهلاك الزيوت النباتية مثل زيت الكنولا وزيت الذرة وزيت عباد الشمس شكرا لك على مشاهدتك وتقديرك ونشكرك على الإعجاب والمشاركة والاشتراك وتفعيل الإشعارات هذا سيساعدك على متابعة جميع الفيديوهات الجديدة في المستقبل وعدم تفويت أي منها نحن نقدر دعمك المستمر وتفاعلك معنا